نهاردة هنتكلم عن خل التفاح واستخداماته الصحية الكتيرة جدا هنتكلم عن علاقة خل التفاح بالتخسيس وحرق الدهون هنتكلم عن علاقة خل التفاح بموضوع حمض المعدة وازاي هو بيزوده ايه الفوائد اللي احنا بناخدها من كده علاقة خل التفاح بمرض السكر وتزبيط مستوى السكر والانسولين مين الناس الممنوعة من استخدام خل التفاح ايه الجرعة بتاعة خل التفاح وازاي بنستخدمه كمان هنتكلم ازاي نعرف النوع الكويس لما نروح نشتري من السوبر ماركت او ندور عن خل التفاح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبتدي حلقتنا النهاردة ونتكلم عن خل التفاح استخداماته الصحية الكتير جدا علاقة خل التفاح بالتخصيص وحرق الدهون علاقة خل التفاح بتصبيت مستوى السكر والانسولين علاقة خل التفاح ودي اهم نقطة في الحلقة بتصبيت حمض المعدة وايه الفواد الكتيرة اللي احنا هناخدها من كده عملنا طبعا حلقة مهمة اللي هو عن موضوع حمض المعدة كانت حلقة منفصلة اللي هي كانت اخر حلقة نزلت على القناة او اللي قبلها اللي ما شافهاش يروح يشوف الحلقة دي ويرجع يكمل معانا موضوع خل التفاح هحط لكم الرابط بتاعها في صندوق الوصف تحت او هيظهر في اخر الفيديو كمان في الفيديوهات المقترحة لان هما الموضوعين مربوطين ببعض لما نفهم يعني ايه حمض المعدة وظيفة حمض المعدة ايه الدور المهم اللي بيقوم بيه في الجسم هنفهم احنا ليه بنستخدم خل التفاح نبتدي بقى الكلام عن خل التفاح ونعرف هو بتصنع ازاي خل التفاح بيحصل حاجة اسمه عملية تخمير للتفاح يعني بنجيب التفاح وبنقطعه وبتخمر بتخمر يعني زي ما انت بس انا بتصنع الزبادي فبتخمر الحليب هي نفس الفكرة في بكتيريا نفعة بتعيش على السكر اللي موجود في التفاح بيحصل عمليتين تخمير اول حاجة بيتم تحويل السكر ده لكحول وتاني خطوة بكتيريا تاني بتيجي بتحول الكحول ده لأستيك أسد او حمض الخليك وده المكون الرئيسي لخل التفاح العملية دي طويلة شوية يعني بتاخد اكتر من شهر تلاتين يوم او اربعين يوم ده اللي هو طريقة صنع خل التفاح الطبيعي في ناس طبعا بتصنعه في البيت الناس اللي مش بتلاقيه سهل او ممكن يكون غالي عليها يعني هو طفر السبب وبيصنعه في البيت طريقة الصنع بتاعته في البيت موجودة على يوتيوب وكل الناس شرحها مش هو ده موضوع حلقتنا النهاردة ولكن هتكلم فيه با اول نقطة ايه الفرق بين خل التفاح الطبيعي وخل التفاح المصنع او ايه هو نوع خل التفاح الكويس لما اروح اشتريه اعرف ازاي الانواع الكويسة لان احنا دايما بنسمع كلنا خلو تفاح طبيعي او ارجانيك وخلو تفاح مصنع خلو التفاح المصنع ده بيجيبه ده او حمض اللي خليك جاهز وبيحط عليه بعض الاضافات زي ريحة التفاح يكون الازازة بتاعته ريئة او مش معكرة يكون الريحة بتاعته نفازة او ما فيهش الفوايد كتير اللي موجودة في خل التفاح الطبيعي اللي هو ناتج عملية التخمير الطبيعي لان عملية التخمير الطبيعي دي بتخلي خلي التفاح الطبيعي غني في البروبايوتك او اللي هي البكتيريا النفعة وغني في الانزيمات جاية منين جاية من عملية التخمير بتاعت البكتيريا احط لكم دلوقتي صورة خلي التفاح الطبيعي اللي مفروض كلنا نشتريها ما انا مصدش النوع ده ولكن اي نوع يكون مكتوب عليك كلام اللي احنا هنقوله دلوقتي هنبص لازم نراقي خلي تفاح. الكلام ده يكون مكتوب على الازازة منبرز زي ما هي ظهرة كده. خل تفاح طبيعي. ما فيهوش اي اضافات. ما فيهوش اي كيميكال. ما فيهوش اي مواد حافزة. هنلاقي الازازة بتاعته كمان فيها عقارة من تحت كده. يعني مش ايه? مش ريئة او المحلول بتاعها. مش ريئة. مش ريئة خالص. كده كل الكلام ده هنلاقيه على ايه? على الازازة منبرز. كلمة بقى خل التفاح ارجانيك او خل التفاح خام. هنلاقي كمان كلمة ماذر. كلمة ماذر دي مقصود بها ايه? اللي هو غني في الانزيمات اللي قلنا عليها والبروتونات والبروبايوتيك اللي هي ناتج عملية التخمير. يبقى كل الكلام ده لما نلاقيه على اي ازازة. مهما كان النوع هو ده خل التفاح الكويس. اللي هو مش متضاف له اي مواد حافزة وغير متبستر. ومش متضاف له اي كيمويات او اي حاجة. بقى احنا كده اول خطوة عارفنا ازاي نروح نشتري خل التفاح. الناس اللي هتسألني بقى هنلاقيه فين? اسألوا في الهيبرات الكتيرة لان كل بلد مختلفة. يعني انا مقدرش اقول مثلا في مصر فين? في الكويت فين? في السعودية فين? ولكن انا قلت لكم الشروط لما تروح اتدوروا هتلاقوها. ودلوقتي بقى متوفر طبعا ان بقى في كلام كتير عليه. فهتقوم متوفر في كل مكان وموجود سهل يعني. نيجي بقى لنقطة بعد كده. نتكلم بقى عن فواية خل التفاح الكتير. طبعا اهم نقطة لازم نعرفها خل التفاح في حد ذاته ما فيوش اي فيتامينات ولا اي معادن ولا بوتاسيا ولا كل الكلام اللي احنا بنسمع ده. يعني هو شخصيا خل التفاح ما فيوش اي فوايد. ولكن هو ليه فوايد كتير جدا. هنتكلم عن اربع نقاط او اربع محاور اللي هو ايه هو دوره في عملية الهضم وموضوع حمض المعدة. انه بيقتل البكتيريا. موضوع السكر. موضوع حرق الدهون والتخسيص. دول الاربع فوايد اللي احنا هنركز عليهم في حلقتنا النهاردة. لان خل التفاح ليه استخدامات خارجية. يعني على الشعر والبشرة وحاجات تانية. مش موضوع حلقتنا النهاردة. ممكن نعمل لها حلقة تانية منفصلة. لكن احنا هنركز على اربع نقاط دول النهاردة. اول حاجة زي ما قلنا موضوع حمض المعدة. اللي فات لما حمض المعدة بيقل يعني التركيزه بيقل او بيضعف. ايه اللي بيحصل? اللي هو الصمام اللي موجود بين المريء والمعدة بيفتح فحمض المعدة بيحصل له ارتجاع لفوق وبتنتج بقى مشاكل اللي هي اهي عسر الهضم والنس اللي بتحس بحرقان والكلام ده كله. يبقى اول خطوة لما انت تاخد خل تفاح حمض معده هيزيد بتاعك ليه? لان احنا مدي حمض الخليك او اللي هو الاسيتيك اسد اللي هو المكون الرئيسي بتاع خل التفاح. درجة الحموضة بتاعته عالي قوي. فيجرى فعلك درجة حموضة المعدة. لما ترفع درجة حموضة المعدة للشكل الطبيعي هيجي ايه? الصمام قافل. فكده بقى احنا حلينا مشكلة الارتجاع اللي الناس بتحل بيها بتحس بيها اللي هو ارتجاع المريء والحرقان. كده اول فايدة الخل التفاح. كل النقاط اللي احنا هنركز عليها في الاول اللي هو دوره في المعدة والهضم. تاني حاجة اللي هو هضم البروتين. تكلمنا قلنا حموض المعدة ضروري الهضم البروتين. طب لما يحصل هضم للبروتين. ايه اللي انت هتستفيده? هتستفيد من الاحماض الامينية اللي داخل جسمك. فهتحفز على العضلات بتاعتك. مش هتكون بتاكل اكل على الفاضي. وفي الاخر ينزل مش مهضوم وانت ما استفدتش بالفيتامينات ولا بالعناصر اللي فيه. هتكون عالكت موضوع الانيمي. لان البروتين ليه دور مهم الحديد اللي موجود في البروتينات. مفيد جدا في علاج موضوع الانيمي. موضوع تساقط الشعر. موضوع الازافر. موضوع المناعة. كله ده اللي هو الضور بتاع البروتين. لو ما تستفيد بالبروتين بشكل كويس هتحسن كل الحاجات دي. نيجي بقى على امتصاص الحديد. هيتحسن امتصاص الحديد فانت كده بتعالج الانيمي. امتصاص به اتناشر للناس كتيرة بتشتكي منه. تنميل ومشاكل الجهاز العصبي ومشاكل كتيرة بتاع فيتاميين به اتناشر. هحط لكم كمان رابط الحلقة بتاع اهمية فيتاميين به اتناشر. حمض المعدة القوي بيساعد في امتصاص فيتاميين به اتناشر وان جسمك يستفيد به بشكل كويس جدا. تحسين عملية الهضم كلها في الجهاز الهضم. الناس اللي بتشتكي بقى من امساك والطرابات في الهضم والاكل بتاعها مش مهضوم وكل المشاكل اللي احنا بنحس بها دي هتبدأ تتحسن. ليه? البروتين هيتخضم كويس. كمان حمض المعدة القوي بيضي اشارة للعصارة الصفروية والبنكرياس اللي يطلع انزيمات الهضمة بتاعته اللي هي ضرورية لهضم كل العناصر الغذائية. فكده يتحسن عندك عملية الجهاز عملية الهضم كلها على مدار الجهاز الهضم كله من اول المعدة لحد الامعاء. وفي نفس الوقت هتستفيد بالفيتامينات والمعدة. حمض المعدة القوي لما يتحسن عن طريق اللي هو حمض الخليك او خل التفاح بيحصل امتصاص جيد جدا للفيتامينات والمعادن. وزي ما قلنا الفيتامينات والمعادن دول بنسموه من مغزيات الصغرى. المغزيات الكبرى اللي هو البروتين نشويات الدهون. دول مهمين جدا زيهم زي دول. فلازم انت تحافظ على نظام غزائي متوازن. فيه مغزيات كبرى ومغزيات صغرى اللي هي الفيتامينات والمعادن. ممكن تكون بتاكل كويس وبتدخل العناصر لجسمك لو لكن جسمك مش قاعد يستفيد بيها. لما تزبط حمض حمض المعدة بتاع جسمك هيبدأ يستفيد بشكل كويس جدا من الفيتامينات والمعادن. فانت كده عالكت بشكل كبير. موضوع نقص الفيتامينات والمعادن لناس كتيرة بتشتكي منه. هيبدأ موضوع اللي هو حركة بتاع الكالسام وان الكلسام يبدأ يتحرك من الاماكن المترصف فيها. احنا قلنا الموضوع ده في حلقة حمض المعدة. الكالسام بتروح يترصف في المفاصل. بيعمل المفاصل. ممكن يترصف في العضلات. بيعملك تشنجات في العضلات. فانت كده لما حمض المعدة برضو يكون كويس هيساعد ان الكلسم يتحرك من الاماكن دي فانت كده عالكت بشكل كبير كل المشاكل اللي نتجع عن ناقص حمض المعدة. احنا كده انهينا اول نقطة من استخدامات وفوايا تخلي التفاح اللي هو الموضوع المتعلق بحمض المعدة والفوايا الكتير اللي بتنتج عن كده. تاني نقطة بقى هو بيقتل البكتيريا اللي بتدخلك ممكن مع الاكل بتاعك فكده بيساعدك بشكل كبير جدا انه بيحميك من البكتيريا بيحميك من الامراض بيقتل لك الفيروسات بيقتل لك التفايلات دي حاجة مهمة جدا لصحة الجهاز الهضمي وصحتك كلها والمناعة بتاعتك. نيجي بقى على تلت نقطة دوره ايه في السكر? ليه مسلا احنا بنسمع ان نخل التفاح ليه دور مهم مع مرضى السكر. وجدوا دراسات او بعد المتابعات ان نخل التفاح ليه فوايد كتيرة جدا في الموضوع ده عن طريق حاجتين. اول حاجة انه بيزود من حساسية الخلايا للانسولين. بيخلي الخلايا تبدأ تستفيد بشكل كويس جدا للانسولين. تاني حاجة وجدوا ان اللي بتاخد خلق التفاح مع كباية مية زي ما هنقول بعد شوية مع الوجبات بيقلل من عملية تفريغ المعدة للأكل. يعني الاكل بيقعد في جسمك لفترة اطول. في المعدة لفترة اطول. لما الاكل بيطول في معدتك لفترة اطول فمش بيدخل الدم بسرعة. يعني مش بيرفع سكر الدم بسرعة وبالتالي مش بيرفع الانسولين بسرعة. الموضوع ده برضو مهم عشان نتجنب الارتفاعات الكبيرة في السكر وفي الانسولين. يبقى عن طريق الاتنين ميكانيزم دول او عن طريق الطريقتين دول انا بحسن من حساسية الخلايا واستجابة الخلايا للانسولين الكلام ده مهم جدا مع مريض السكر مع مريض مكومة الانسولين مع مريض التكيس المبايد. وكمان ليه دور في عملية التخسيس او حرق الدهون اللي احنا هنقول عليها بعد شوية اللي هي النقطة الاخيرة. ودي طبعا اهم نقطة اللي انتو كلكم استنينا. ايه بقى دور? خلي التفاح في عملية التخسيس وحرق الدهون. اول حاجة ولازم نتفق عليها ولازم يكون واضح لكل الناس. الطريقة الوحيدة انك تخس وتحرق دهون هي انك تعمل عجز سعرات حرارية. او انك تعمل ضيت. او انك تقلل كميات الاكل اللي دخل جسمك. وقلنا ده اللي قايم عليه تمانين في المية من عملية التخسيس وحرق الدهون. اي حاجة بالخلاف كده هي عوامل مساعدة فقط. يعني ادوات بتكمل لك طريق الرئيس اللي انت ماشي فيه. لكن احنا للأسف بنروح نمسك في الحاجات الصغيرة اللي هي مساعدة بالنسبة خمسة في المية اتنين في المية تلاتة في المية وسايبين الرئيسي. يعني كلنا عادينا ندور مسلا حبوب تحرق الدهون. خلي التفاح. معرفش الجنزبيل. الكمون. كل الكلام اللي احنا بنسمع عنه ده وصيبين الحاجة الرئيسية. الحاجة الرئيسية اللي هي ايه? اللي هو تصبيت الاكل وتصبيت السعرات بتاعتك بخلاف كده. حتى لو اخدت ازازة تخلي التفاح كلها كل يوم عمرك ما هتحرق دهون ولا هتخسر اي سمنة ولا هتتخلص من الدهون اللي عندك اللي متخزنه. طيب ايه بقى? دوره في كده. وجدوا برضو بالدراسات والمتابعات ان لي كزا ميكانيزم او كزا طريقة بيساعدك في عملية حرق الدهون. وزي ما قلنا اول حاجة تكون عامل نظام غزائي وهو هيساعدك. هيساعدك ازاي? زي ما قلنا لما تزيد حساسية الخلايا للانسولين معنا كده مستوى الانسولين في الدم هيبدأ يقل. ده هيساعدك بشكل كبير جدا في موضوع حرق الدهون. والقصة دي تكلمنا عليها قبل كده. هرمون الانسولين طول مهعالي في دمك بيمنع من عملية حرق الدهون. بل بالعكس هو بنفسه بيحب يخزن دهون. ده طب الهرمون الانسولين. فعلشان كده ده بنتكلم ان احنا محتاجين نقلله او محتاجين نواطين. وجدوا كمان ان انت لما الاكل بيقعد في معدتك فترة طويلة زي ما احنا قلنا من شوية انه بيقلل من تفريغ المعدة بالاكل. يعني الاكل بيطول في معدتك. فانت بالتالي هتشبع اكتر. هتشبع لفترات طويلة. الموضوع ده هيقلل من كميات الاكل اللي انت متناولها على مدار اليوم. فدي برضو حاجة مهمة يعني مش هتجوع بسرعة مش هتجوع كل شوية. نقطة تالتة بقى ومهمة كمان لما بتحسن عملية الهضم. بيبدأ معدل الحرق عندك يتحسن. ازاي? هو مش بشكل غير مباشر. يعني انت مسلا قاعد تاكل. بس مش بتستفيد بالاكل. العناصر الغذائية ما دخلتش الجسمك. الفيتامينات ما اشتغلتش. المعادن ما اشتغلتش. تم اجهزة جسمك كلها بالتالي تأثرت. يبقى جسمك بالتالي هيتأثر. لان احنا قلنا جسمك واحد على بعضين. لازم فيتامينات لازم معادن لازم بروتين دهون نشويات. علشان الالات كلها اللي في جسمك تشتغل بشكل كويس. علشان معدل الحرق عندك يشتغل بشكل كويس. فلما انت تستفيد بالفيتامينات والمعادن عن طريق تصبيط حمض المعدة باستخدام خل التفاع. يبقى كده تدي الفرصة لجسمك ايه? انه يبدأ يشتغل كويس. يبدأ معدل الحرق عندك يزيد. لكن هو بشكل مباشر مالوش علاقة. انه يزود لك معدل الحرق بتاعك. كمان ممكن تكون انت بتاكل اكل. قاعد فعلا تاكل كميات اكل. مسلا انت ديك الف سعر حراري فبتدخلهم لجسمك. انت عامل رجيم. ولكن اللي وصل لدمك فعلا نقول مسلا سبعمائة. بس بنضرب مثال ليه? لان الباقي ما تهضمش. الباقي ما دخلش دمك. الباقي انت ما استفدتش بيه نتيجة عملية عصر الهضم اللي عندك وعدم هضم. الاكل وعدم هضم البروتين بشكل كويس. طب ايه اللي هيحصل جسمك هيحس ان كميات السعرات اللي دخلها الجسمك بقت قليلة. يبتدي يقلل معدل الحرق والقصة دي احنا شرحناها كتير جدا. يبقى ده دوره في عملية حرق الدهون او عملية السمنة. يعني مش حاجة ووزة ما احنا فاكرين ولكن عامل مساعد مهم جدا. نيجي بقى عند اخر نقطة. وهي مين الناس الممنوعة? ونستخدمه ازاي? الناس ممنوع طبعا لو انت عندك قرحة في المعدة. لو انت عندك نزيف في المعدة ما ينفعش تستخدم حمض او خل التفاح من حمض قوي. تعرف ازاي? لو انت اخدت خل التفاح متخفف مع مياه وحسيت بحرقان او تعب في معدتك اعرف على طول انت عندك قرحة في معدتك او مشكلة. ما ينفعش تستخدمه. عالج القصة دي الاول وبعدين تعالى استخدم خل التفاح. نستخدمه ازاي? لو انت اول مرة تستخدمه بتحط معلقة صغيرة على كوب بيت مية وتشربها بعد الاكل. ده الاقمن. فيه ناس بتستخدمه عريق وفيه ناس بتستخدمه قبل الوجبات ولكن قلنا انت في كل الاحوال هتستفيد منه. الاقمن خليه بعد الاكل. علشان تقلل برضو من مشاكله انه ممكن يعمل لك حرقان في المعدة لانه هو حمض في الاول وفي الاخر حتى لو اخدته مخفف. وتدمطمط بعدها. يعني يغسل بقق بالمية بعدها ليه برضو عشان تخفف من تأثيره على الاسناء لانه برضو حمض قوي. ما حدش طبعا يستخدمه بشكل مباشر كده. فيه ناس بتحطه في الصلطة. فبرضو مع الصلطة هيتخفف. تحط معلقة صغيرة على الصلطة. ولكن اأمن حط معلقة صغيرة مع كوب بيت مية وتشرب منها مرة في اليوم. تقدر تزود بعد كده الجرعة الكسوة بتاعته معلقتين كبار في اليوم. دي الجرعة الكسوة. لكن احنا هنبدأ بمعلقة هنبدأ بمعلقتين. كيب احنا هنفضل ماشينا عليه على طول. او مسلا لو واحد ما عندهش مشكلة يقدر استخدمه. لا? لو انت مسلا عندكش مشكلة مش حسس بحرقان معنا كده ان انت عندك حمض المعدة كويس. معندكش اي مشكلة من اللي احنا قلنا عليها خلاص متستخدموش هو مش حاجة ضرورية. طوان حمض المعدة متزبط عندك متستخدموش. هاستخدمه الفترة لما عالج المشكلة اللى عندي وابدأ ازبط حمض المعدة بتاعتي وعالج القصة اللي عندي. خلاص اوقفه. ممكن استخدمه يوم ويوم لاي. يومين في الاسبوع تلت مرات في الاسبوع يعني مالهاش قعدة سابتة. هو مش روتين سابت. انه انا هفضل ماشي عليه العمر كله على خل التفاح. على حسب الحالة بتاعتك. وعلى حسب انت مستخدمه الايه? والوقت قديه. يبقى زي ما قلنا ضرورة تتخفف بمية. معلقة صغيرة في اليوم. ممكن بالكتير نزود معلقتين صغيرين في اليوم. ما نروحش بقى للجرعة الكبيرة اللي هم معلقتين كبار في اليوم. خلينا كده ماشيين معتدرين. ده عشان يبكون مناسب لكل الناس. في نهاية الحلقة اتمنى ان شاء الله تكون الحلقة عجبتكم. اكتبوا له رأيكم في التعليقات واللي عنده اي سؤال يكتبهولي. اعملوا لايك للفيديو وشيروه. خلوا الناس تستفيد وتتعلم معنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.